موسيقى ووصلنا الريد كاربيت وحالا هيبدأ المهرجان وحالا هنشوف كل نجوم الفن هنا بيتقلقوا على الريد كاربيت هنكون معاكم ومع أحلى النجوم والدورة الاربعتاشر وطبعا ملتقى الثقافات وملتقى الجنسيات وورش وأفلام وندوات وتكريم والتكريم السندي مهم جدا ببارك للكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد اللي هيكون شرف لإسم مصر على مهرجان دبي هكون معاكم النهاردة وحفل الافتتاح وريد كاربيت جديد تابعونا اشتركوا في القناة الصورة المشرفة لكل المهرجانات وبشوف الأكتف بتاحها في كواليس وندوات وثقافات كل المهرجانات الدولية والعربية هندي صبري اللي بقول إنها هي في حتة تانية خالص هي بتعرف إزاي تفيد كل مهرجان بتكون فيه وتستفيد مش بس ريد كاربيت وفساتين حلوة ولكن فكر وثقافة وإبداع أشوفهم على الإنستجرام بشكل إنهم الحياة اللي فيها لها ووغداهم وأشوفك أنت وغدا جو الندوات والثقافة وحتى مع النواية الحسنة والحاجات دي فده أنت مش بتصناعي نجومية هند صبري ولكن أنت بتصناعي بصمة لكي في السينما العربي يا رب يا رب يا بوسي أنا بتعب فعلا لأنه أنا بحاول إن أنا كل جزء فيه يبقى بعمله حاجة يعني أنا لقي جزء فنان وليقي جزء بيحب الفساتين وليقي جزء بيحب السينما وليقي جزء بيحب برضو أبقى عندي قضية وليقي جزء بيحب ينزل الشارع وليقي جزء مش ما بيحبش حط ميكوب عايز يطلع كده منكوش وانت عارفة الجزء ده فساحل بقى فبقى حاول دايما أن أنا أعمل كل حاجة مش بس تمثيل بس أو فساتين بس لا بحاول أن أقوى يعني طبعا ده جميل أن أنت بتقدري تعملي كل الحاجات دي وفي النهاية أنت بتطلعي بصورة مشرفة في ديبيا النهاردة مهرجان دبي ويمكن أنت أكتر واحدة شاركتي بكل الحاجات في مهرجان دبي سواء في لجان تحكيم سواء بأفلام بجوايز حتى في الأفلام الصغيرة أخذت جايزة كان مع البنداري يعني دخلت كل الأحصال كلميني النهاردة في الدورة الأربعتاشر إزاي يعني أنتو كمحبي الفن إزاي استفدتي من الأربعتاشر سنة اللي فاتوا في مهرجان دبي والله أول حاجة استفدت منها نعرفت ناس كتير بتيجي المهرجان ده من العالم كله ممكن حتى ساعات بنتعزم على مهرجانات تانية من دبي من خلال وجودنا في مهرجان دبي في ناس كتير عملت أفلامها من خلال فموس جابوها من الدبي فيلم كونكشن ومن أنهم بيجيبوا كو بروديوسر منتج مشترك انتاج مشترك من دبي أنا استفدت كمان من الـ IWC جوري اللي أنا دي سنة التانية هو الرائعي بتاع المهرجان IWC هم رائعي من رعاة المهرجان وأنا سفيرتهم في المنطقة ودي تاني مرة بدخل في لجنة التحكيم بتاعة الـ IWC أورد اللي هي بتدي مئة ألف دولار لفيلم خليجي لسيناريو خليجي وسنة دي فيها كيت بلانشت رئيسة لجنة التحكيم وعبد الحميد جامعة طبعا الأستاذ عبد الحميد عبد الحميد جامعة صديقنا تعرفنا على ناس جميلة زي أستاذ عبد الحميد والأستاذ مسعود تقابلنا كتير خرجنا شوف وبالمناسبة أحب أبارك طبعا للأستاذ واحد حميد على التكريم بتاعه النهاردة أنا سعيدة جدا من جاء النهاردة سأقافله وفخورة إن أنا كان لها الشرف إن اسم يتحطى جنب الأستاذ يعني تحت فيلم قال لي فلوس زوحيد حمد وهو عمارتي عقبيان وفاكرة إن احنا جينا هنا مع بعض أيام عمارتي عقبيان بقول له ألف ألف مليون مبروك لأن حضرتك فعلا قامة كبيرة في الفن العربي وفي القلم العربي ودي حاجة تشرفني كلنا إن حضرتك تبقى النهاردة متكرمة في النهاية طبعا أهم سؤال الستات قاعدة بتسألوا الفستان منين الجولوري منين الميك أب والشعر منين حلوة الدنيا دي منين حبيبتي يا فوسي الفستان من زياد نكد نصمم لبناني طبعا لأول مرة ألبس منا من عنده لأ الجولوري النهاردة بتاعي والميك أب اسمها باثني هي خواجاية مش مصرية ومش عربية والشعر علي كلوت هو لبناني مقيم بدباي أحلى لوك لأحلى هند سابري الصورة المشرفة للسينما العربي هاني البحير هلو هاوي برافو هاني أحلى سفيرة الفن العربي النهاردة بتتقلق في مهرجان دبي ودايما المهرجان يعني يسرى المهرجان ماينفعش الريد كاربت برجر ما نشوف يسرى بعد ما كانت الرئيسة الشرفية في مهرجان القاهرة وكانت صورة مشرفة مع نجوم العالم اللي كانوا موجودين وديوفنا هي أيضاً صورة مشرفة النهاردة بتمثل الوفد المصري والفن المصري على الريد كاربت يا أهلاً بيك يا أمر أنت للنورة أنا هنا يا أختي أنا طبعاً عارفة السبب الرئيسي قبل الريد كاربت وقبل أي حاجة لوجود يسرى حبيب ألبع وحيد حامد أكيد وسي متشرفة إن النهاردة وحيد حامد هي الترم في وسط كم من النجوم العالميين والمحليين والمصريين وعايزة أشكر مهرجان دبي على تكريم الأستاذ وحيد حامد لأنه قيمة وقامة عظيمة في الفن وفي كتابة وبالنسبة للقرن كله أنا بشوفه من أهم كتاب القرن طبعاً يعني يمكن وحيد حامد هو كان سابق عصره وهو شاف اللي بيحصل دلوقتي في البلاد العربية كلها وكتبه لو أنت رجعتي تاني مثلاً لطيور الظلام حتلاقي نحن عملناه في التسعينات عملناه في التسعينات اتحقق كل حاجة في الألفنات فلمجرد أنه هو يفكر ويخاف ويقلق نعمل حساب للكلام لأنه هو عنده أحساس تجاه الوطن يمكن وحيد حامد واجه التطرف واجه الإرهاب من كلال أعماله إزاي من خلال مهرجاناتنا العربية نواجه التطرف ونواجه الإرهاب اتحادنا مع بعض علاقتنا ببعض قوة تعاملنا مع بعض هي دي الجبهة الأساسية اللي ضد الإرهاب يمكن المهرجان ده أهم ما يميزه هي دعم الشباب وأيضا أنه بيتيح الفرصة كله شباب أنا فخورة جدا من شباب لكن أهم حاجة لازم الشباب يعرف طريقه ويعرف ناسه ويعرف مين عمل إيه عشان ما يبقاش بس هو عايش في البرازنت في الوقت الحالي لازم يعرف الماضي عشان يعرف يبني مستقبل مهرجان دبي دي الدورة الأربعتاشر وانت كنت هنا من أول دورة شايف التطور بتاعه زي وشايف إحدى لما جينا هنا أول دورة كان مفيش ولا فيلم إماراتي النهاردة في 13 فيلم إماراتي عندك أفلام عربية يعني مش بكلم مصد من تونس ومغرب منطقة العربية كلها عندك أفلام عالمية فدي حكاية مهمة قوي يعني عرفهم يعملوا تواصل بيننا وبين بعضنا هسيبك عشان عايزينك على الهواء اشتركوا في القناة 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 فيه ان شاء الله. ان شاء الله في مصر ولا هنا ولا في لبنان. في الوقت يحلى حاجة انه بقت للعملة الدرامية عم تجمع سوريا ومصر ولبنان. زي المحب. اه اه. فانا بحب الشيء اللي عم يحصل ده بيحسسنا ايه بقينا زي زي العالم اللي هما برا يعني. الفنان مالوش هوية. هويته عمله. وحب الناس له. احنا في انتظار عمل جديد وتعالي بقى يا سوزان عشان خاطر اطلعي لايف. اطلعي لايف عندك. اه بشكرك يا وليد وهسيبك تنطلق. اه. من لبنان. من لبنان لسوريا. اه. مرسيا وليد. اه. سوزان ناجم الدين. تلاتي لايف ولا لا? الا شايف. لايف دلوقتي يا. لا ومين اللي عامل اللايف حبيبت قلب اللي قال لي هدي. انت تسيب الموبايل وتيجي معنا علشان انتو سوريا الجميلة الحلوة. ودي احلى حاجة. الزمالة الحلوة. طبعا. ولكن اه. تقولي النهاردة بقى اه. في مهرجان دبي. المهرجان. الصديق الغالي. المهرجان اللي بيكبر كل سنة. دورة اربعتاشر. اه. تلاتاشر فيلم اماراتي. اه. خرجوا من المهرجان. فخورة جدا باني كون ديف هي. من ضيوف مهرجان دبي السينمائي. وسعيدة بوجودك. واشتعتلك كتير من مصر لهان. سعيدة بوجود النجوم العرب من كل مكان. اه. هيدا مهرجان دبي السينمائي. مهرجان عريق جدا. وكل سنة عن سنة شفتي التنظيم. عم يكبر تنظيمه. عم يكبر بعراقته بنجومه اكتر. فانا فخورة بانتمائي لهذا المهرجان اكيد. النهاردة شايفكي بالفستان الاحمر والشعر السيمبل خالص مغيره عن تكريمك في سوريا وتكريمك. صحيح بتعرفي بحب كل مهرجان اني تلطلة مختلفة. ودائما عم يلا سيمبل. اليوم ميزان اللي لبسوني والمجوهرات لمازيون وروز عرباجي وسوزان الميكب متل عادة. زي الأمر ومتعلقة وهسيبك تنطلقي بقى على الريت كاربت وان شاء الله هنتقابل في جوالات في الشوارع دبي. مرسي يا حبيبة قلبي ونوورتي. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ريمة قدورة كمان تصميم حسيبك تتعلقي بالأسود على الريد كاربت كانت معايا ديمة الجندي من سوريا مهرجان دبي لسه مكملين على الريد كاربت وإيش بتحبس السينما السورية والفن السوري والهابة السورية والحب الكبير لسوريا وجاب القاسيون كله موجود معايا على الريد كاربت هنا في مهرجان دبي مونة واصف أنا بشوفها هي جبل قاسيون المتنقل اللي بيشرف أي مهرجان شكراً كتير شو بدي لك انت بتحبيني بموت فيك وانت جبل فعلاً انت جبل وهبة أنا بفتخر عليك إذا الناس بيشوفوني جبل قاسيون لأنه هذا القامة الدمشقية هذا العز تبع سوريا إن شاء الله إن شاء الله النهاردة هم عاملين تقليد جديد للدراما ودعيين أسرة هيبة بعد نجاحها الكبير وأعتقد أنه في جزء تاني نوعاً في جزء تاني وعملنا العقد والعميين كتبه أول السنة إن شاء الله من بداية شهر تاني من بلش الصوار سيفة زي الدمج ما بين مهرجان سينمائي مع الدراما التلفزيونية وهل الدراما التلفزيونية فرضت نفسها إنها تبقى بأهمية السينما؟ شوف السينما بدول الأهمية لأنه بتحمل خيال أوسع بكتير وبتطير أكتر بكتير ومخلدة السينما لا شك نحن منشوف أفلام من إنتاج تقريباً مئة سنة التلفزيون لا بس بالسينوات الأخيرة التلفزيون قدر يدخل ويكون ضيف كل بيت بكل الوطن العربي فإنه عم بيجمعنا بشكل حتى المواطنين اللي خارج واللي عايشين بره بتحسي إنه بيلتموا ليشوفوا هاي الأعمال هذا كتير شي مهم بعدين في رسائل عم توصل من بعض هاي الأعمال وهذا كتير شي مهم فلما نحن نتكرم كمسلسل تلفزيوني في مهرجان سينمائي بيكون هذا تكريس لدول بعيات بعدين نحن على كلها فندي طب منيني عن حال السينما بقى دلوقتي في سينما يعني الدراما السورية برغم كل الظروف اللي مرت بيها سوريا إلا إنها وقفة على رجلها وبتطلع بصورة مشرفة وشكل كويس جدا يعني يقب الدراما السورية السينما السورية شوفي فيه أفلام طلعت بالسينما السورية بس المسلسلات فيه تأكيد عليها أكتر ولكن لا السينما بتموت ولا المسلسلات تلفزيونية بتموت ولا المسرح لأنه كله فيه إله تأسيس مع معين يعني ونحن نحب الحياة مثل أمد نحن أقوى من الموت وهذا مو بس نحن شعور أي مواطن تجي بدك تقتليه بالحرب بيقوم هو بيقولك أنا بدي عيش والفن جزء من المعايشة جزء من الصدق جزء من الحياة أو هو بشكل ما هو الحياة أنت الحياة وبتدينا الحياة مونة واصف نجمة سوريا الكبيرة العظيمة جبل قصيون الفن العربي سعيدة بوجودك معي النهاردة وأسيبك تسعدي بالمهرجان والتكريم أوكي يا حبيبتي شكرا اشتركوا في القناة طبعا بشوفهم من سنة للسنة في نفس المكان في الريد كاربيت ولكن أنا بقول هم أصحاب البيت وهم أصحاب المهرجان اللي أنا كل سنة بكون ضيفة عندهم والمهرجان يعني بقالوا 14 سنة حقيقي بيستقبلونا أحلى استقبال وبيستقبلونا بكل الحب والحفاوة الإمارات كلها يعني حبها كبير للمصريين طبعا هايفا أنا ضفتك النهاردة أنت وجوزك أنتوا اللي هترحبوا بي يا حبيبتي والله يا أهلا فيت ونوارت البلاد والصراح المهرجان ما لا طعم من غيرك مثل المهرجان متعود على وجودنا هم احنا تعودنا على وجودك فياهلا فيت وأكيد يعني نستانس ونفرح بتواجدك أعتقد طب تدخلت لو ما لقيتنيش على ريت كاربت تقول لا فين بوسي بقى أنا هراحك احنا نرجع احنا نرجع احنا معقولا نخش بالغيرك يعني أنا سعيدة طبعا أنا أنا معاكم في الدورة الـ14 14 سنة بنحضر المهرجان ده معرجان دبي مش بس مهرجان وهيسة وفن معرجان دبي صنع للخليج والإمارات 14 في المصريين صحيح شوفي أولا لما قلت المصريين يعني سوريا يعني كل الضيوف على عيننا وعلى رأسنا لكن هذا المهرجان تعمل من يعني الذاكرة السينمائية في مصر يعني احنا تعلمنا من مصر وعملنا سينما عندنا من الآخر يعني في النهاية هذه مصر والمصريين على رأسنا من فوق وكل الفنانين المصريين احنا أساتذتنا وتعلمنا منهم وأكيد يشرفونا في أي وقت احنا بوسي في كل دورة أكيد يعني أماننا كبيرة ونحاول نشوف قدر مستطاع أكثر الأفلام علشان نتعلم احنا موجودين في الإمارات صحيح بنعمل مهرجان لكن في النهاية احنا لسه بادين في الحركة السينمائية للخمساشر سنة أو شوية أكثر شوية أقل دول بالنسبة أمام السينما العربية يعني تعتبر بسيطة فنتعلم ونعمل هذا المهرجان عشان يجونا النجوم الكبار نتعلم منهم ونأخذ منهم وأيضا الجلوس معهم أو الوقوف معهم على السجادة الحمراء هذا بروح الشرف الكبير كان لك نصيب في 13 فيلم الإماراتي دول حاجة منهم للأسف للأسف والله لا يعني ما صار نصيب بس إن شاء الله نتأمل يعني على السينمات الجاية إن شاء الله إن شاء الله أيضا هم عاملين حاجة جديدة مشاركة الدراما مع السينما من خلال المهرجان وفيه ممكن أعمال درامية موجودة النهاردة جاية في مهرجان اللي بيدعموه وهم هايبقوا موجودين كمان في الدراما هذا شيء جميل بصراحة لأنه إحنا عندنا مهرجان تلفزيون صح ويقام أعتقد كل سلاتين يمكن كل ما كثرت هذه النوعية من المهرجانات أكيد تكثر المسلسلات ويكثر الإنتاج فهذه الدعم من جانب آخر للدراما التلفزيونية فأكيد هذا يسعدنا ويثبت شوي إن شاء الله وعايزة أشوفك بعد إن شاء الله في 2018 بعامل جميل عامل جميل مصري إن شاء الله مصري خلاء أخيرا دي فيلم مصري على فكرة وقعت معاهم مع مين هفزي لا مع الأحمدي شركة الأحمدي وإن شاء الله بيبدأ التصوير إن شاء الله قريب في بين دبي ومصر ويكون أول فيلم لياه في مصر إن شاء الله وإنتي كمان معاه في نفس لا 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 كل واحد كل واحد كل واحد المهم ما هتنورينا وشايفة كل النجوم بدأت تدخل أهو تقول لنا الفستان بس منين قبل ما تكون شيش النس بتسأل الفستان من المصمم اللبناني ساهر ضياء وجوهراتي من سالم الشعيبي وإنت قبت إيه؟ أنا دامن الخياط اللي ورابيتنا قبت لها هي لما الفستان من كزا وليتك هو ديني قلبه أحلى حاجة دي أحلى بالضبط ترجمة نانسي قنقر هي دي السورة اللي بنحب نشوفها دايما في مهرجان دبي الجامعة العربية الخليج والإمارات وسوريا ومصر ولبنان وسموه الأمير مش حفظة لغاية آخر لحظة آخر مسلسل أقول لك سبوعه الأمير المسلسل اللي عيش في وجداننا وقلوبنا عابد فاد طبعا كان كان مسلسل حلو وإذا كان وراء كل رجل عظيم إذا كان في رجل عظيفة وراءه امرأة عظيمة مبدعة إعلامية نكحة وبجد إحنا بنسعد بوجودك وبنسعد أنك دايما جنبه دعماه ولما بتيجي المهرجان بتبقي جاية تدفعي مش جاية بقى تخذ اللقطة بتاعتك طبعا طبعا بكون سعيدة بوجودي معه أصلا بيدوه بكون سعيدة إحنا لسعداء بي كنتوا لتنين عابد الجديد بقى يا عابد وعايزين سينما نفسي ألاقيك مشارك في المهرجان ده فيلم بقى والله أنا دائما عندي هالرغبة ودائما بقول أن التلفزيون عم يسرقنا دائما بأعمال يعني تستحق أن تكون سينماية هلأ فيه فيلم عم تم تصويره صلي عشتيان بتونس وعم صور فيلم عربي تونسي وخلال الـ 15 يوم القادمين رح أكون بالقاهرة بفيلم اسمه ممر كرامونز بدوا تصويره إنتاج محمد سبكي بيحكي عن الوجود البريطاني بمصر عمل يعني قويس الفيلم مادة يعني مادة يعني طليق بهذا الموضوع يعني فيلمين واحد تونسي واحد مصري واحد مصري وكان فيه عمل كمان بسوريا لفيلم العبدالفطيف عبد الحميد الوقت شوي صعب يعني ما رح يتسنى لي رحكم بلاشت بمسلسل طريق اللي هو مع شركة الصباح اللي هو أنا ونادين ومجموعة من وأنا شايفة النهاردة هم كمان بيدعموا الدراما وهم جايين النهاردة أسرة المسلسل وفيه مسلسل هيبا فيه أكتر من مسلسل موجودة النهاردة المسجمة بين السينما والدراما وأخذ رأيك أنت بقى أن الأعمال الدرامية لما بيحيوها في مهرجانات سينمائية هل دا دعم للدراما ولا نجاح الدراما على السينما أنا بأعتقد أنه الدراما بالفعل نجحت كتير خصوصا اليوم مع أسلوب التصوير والإنتاج يعني ما بقى نحن ما بقى عم نحكي على دراما رخيصة وأفلام سينمائية مكلفة أو ثمينة ما بقى عم نحكي على نصوص دراما سريعة ولا تفهى ولا سطحية لا عم نحكي بدراما على خط بشبه السينما على نصوص دراما سريعة ولا تفهى ولا سطحية لا عم نحكي بدراما على خط بشبه السينما فأنا بشوف طبيعي التقاء هدول الفنين هنا بنتيجة خطين تعبير اللي اتنين عم بيكونوا عم بينشغلوا بجودة عالية إذا ما كانت السينما هي المتصدرة من حيث المشاهدة بالعالم العربي يمكن بمصر نوعا لصة مختلفة ولكن العالم العربي الدراما هي المتصدرة وهلأ عصر التلفزيون بشكله عبر الشاشة أو بهيدا يعني بالفلكس والناتس والإلى آخره إحنا في انتظار دورة جاية ونشارك بفلمين التونسي والمصري وانا في انتظارك في القاهرة نشوفك ونسعد بك مو الأمير نسمح لك تمشي عالريتك اشتركوا في القناة